السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم اولا يا اصدقائي. اهلا ومرحبا بكم. مع احمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج بواربوينت. بلقاء اليوم راح نتعلم اه طبعا باستكمال شرحات تقانة المسك او مهارة استخدام المسك في برنامج بواربوينت. راح يكون المخرج معنا كيفية عمل مسار زمني او تسلسل لأحداث معينة او مهام معينة. في برنامج بواربوينت فضلا وحبا وتكرما قبل ما نبدأ بلقاءنا اه الجميل مع حضراتكم لهذا اليوم. تفاعل بضعات مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناة عالمكم من التشرف فيك. اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح. كل جديد. ايضا يا اصدقائي من فترة قمنا باطلاق دبلوم كامل في برنامج بواربوينت مع اضخم ماتريل ممكن تحصل عليها في عالم التصميم بالعموم اكثر من خمسة عشر الف قالب بواربوينت احترافي ومدفوع. وايضا مع اكثر من خمس تلاف مواد مرفقة للتصميم من ثمات لونية وخطوط وآه صور مفرغة واس في جي وغيرها. لحتى تعرفوا اكثر على موقع عالمكم او على تفاصيل الدبلوم وكيفية الحصول على الدبلوم رابط موقع عالمكم رح يكون متاح لحضراتكم بوصف هذا الفيديو. فلكل من يرغب برفع مهاراته او خلق فرصة بزنس واستثمار قوالب الموجودة في موقع عالمكم كل ما هو عليه يتفضل الى الرابط الموجود بوصف هذا الفيديو ويزورنا على موقع عالمكم ويشترك معنا بالدبلوم الموجود بالمنصة. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقاءنا الجميل والعطير مع حضراتكم لهذا اليوم. اهلا بكم يا اصدقائي مرة تانية ومتل ما انا شايفين احنا الان في برنامج بواربوينت بواجهة اللغة العربية. وراح نتعلم باستخدام مورف وايضا باستخدام تقانة المسك كيفية عمل مسار اه او انتقال زمني ما بين احداث زمانية. تمام? كيف ان اعرض احداث معينة بالسلسل الزمني معين. بداية خلني انا اتوجه الى اي شريح عنديها جاهزة عشان فقط موضوع المدية الزمانية للفيديو ونختار اللون الاسود ونشرح الفكرة على عجل. طيب انا عندي على سبيل المسال بعض التواريخ. بعض التواريخ. خلني اسحبها الى المنتصف. ولكن عندي بهذا المكان. بالضبط. عندي بعض التواريخ. وانا حابب هذه التواريخ تنعرض يعني يختفي تاريخ. ويظهر تاريخ التالي. ومع كل تاريخ او كل عام. يظهر معي حدث معين او مهمة معينة. او اخبر الناس اللي اعبا قدم لهم هذا المشروع. خبر معين. بانتقال المورف بحيث يكون الموضوع الجميل للغاية. كيف ممكن? نضبط هذه الرؤية في برنامج باوربوينت. بداية رح نتوجه الى قائمة ادراج. من اشكال رح نختار الشكل المستطيل. وبنكر مع السحب لارسم معي مستطيل بحجم الشريحة. طبعا بختار لو يكون عندي اياه بدون اطار. وخلني الاونه الان بلون اسود. ومن قائمة تنسيق الشكل بنعطي نقل الى الخلفية. حتى النص الان يكون معي. وتضح معانا الفكرة بشكل كامل. رح اغير لون نص ورجعه الى اللون الابيض. عشان الافكار كلها تضح معانا. افترض الان رح اضغط على واسحب للاعلى شوي. افترض ان التاريخ الاول رح يظهر بهذا المكان. طيب فلذلك بتوجه الى ادراج. والى اشكال بنختار مستطيل. وبرسم مستطيل على قدر يعني بهذا الشكل. على قدر التاريخ بالضبط. نفس المبدأ بختار الليل يكون عنديها بدون اطار والتعبئة تكون عنديها ايضا باللون الاسود. رح حدد المستطيل الكبير. بضغط وبحدد المستطيل الصغير. ومن قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الاشكال. قلنا بنختار ضم. علشان ايش? علشان يكون معانا. هذا المستطيل الكبير تم تفريغهم بالمستطيل الصغير. وارسم هذا القناع او المسك انصح التعبير. وهذا مثال اخر عن استخدام المسك. الان النصوص ان احنا شايفينها? ممكن اعطيها نقل الى الخلفية. طيب النص اساسا لونه ابيض. والخلفية بهذه المنطقة اصبحت بلون ابيض. كيف ممكن يعني اضبط الموضوع والنص يبان معي. وما يبان معي هذا المستطيل المقطوع يعني انا اسناء العرض مش رح يصر معي المسك اساسا. ممكن اني انقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الخلفية الان. وبغير لون الخلفية الى اللون الاسود. فبيكون ظهر معي النص تماما. ازا النص الموجود الان هو خلف المستطيل يلي لوناه باللون الاسود. لاحظ معي لو انا نقرت مع السحب للاعلى. رح يختفي اول تاريخ ويظهر التاني. يظهر التالت ويظهر رابع وهكذا. تمام? هذا اللي قصدنا. خلني اعمل كنترول زد وبنرجع متل ما كنا. كلام جميل لحد الان. انا حابب اني اعطي الموضوع واقعية اكتر وشيء اجمل بالتنسيقات عبودة عن اللون الاسود. كنت محضر بعض الخلفيات فيها النجوم فيها اشياء جميلة يعني. ممكن استفاد منها. ممكن اختار هذا اللون. تمام? وبنكر مع السحب. ومنطيفه الى شريحة باور بوينت. رح نختار كنترول زائد اكس. بحدد المستطيل. وبتوجه الى تعبئة بصورة. وبختار من الحافظة. بنكر باي مكان. وبرجع الى تنسيق الخلفية. وبختار تعبئة بصورة. وايضا من الحافظة. تمام. بكون اللي ظهر معي الان. متل ما انا شايفين. ان الرقم موجود. ولا وضح عندي اي شيء من معارب المسك اطلاقا. ولو جعنا جربنا مرة تانية. رح نشوف كيف عمالي بيختفي معنا التاريخ وبيظهر معنا في المسك موجود يا اصدقائي. ممتاز. الان بكل بساطة بنكر باليمين على الشريحة وبنعمل له تكرار للشريحة. بنجي بنحدد المربع النص الخاص بالتواريخ وبضغط شيفت وبنكر وبصحب للاعلى لحتى انا استعاد التاريخ رقم اتنين. برجع بعمل او تكرار للشريحة. نفس المبدأ بحدد. وبنكر مع السحب الاعلى. لا يظهر معي التاريخ التالي. وبنعمل كمان نفس الشيء تكرار للشريحة. وبنرجع بنحدد. وبنكر مع السحب للاعلى. ليظهر معنا التاريخ الاخير. حسب عدد التواريخ اللي انت مسجلون عندك. ممكن تكرر الشرائح بهذا الشكل. بنحدد كل هذه الشرائح. طبعا نحدد مع مفتاح الشيف طبعا. وبنتوجه الى قائمة انتقالات وبنختار تحول تدريجي. ممكن اني انا اعطي مدة زمنية اقل عشان التأثير يكون اجمل واسرع. ممكن الان لو شغلنا من الشريحة الاولى وضغط باي مفتاح باي مكان. راح نشوف الانتقال الجميل ما بين التواريخ. وبدون اي تأثر للخلفية او لتصميم الخلفية. وهذا اه الامر تم باستخدام المسك بداية. والانتقال ما بين تاريخ واخر باستخدام التحول التدريجي. طيب خلي انا اختار يعني نصوص معينة. خلني اختار عندي هذا النص. وهذا النص بختار كنترول زائد سي. على عجل كيف ممكن حينستفاد يعني من عرض النصوص ايضا بطريقة جميلة. ممكن ان اختار الان كنترول جي واعمل جروب. طيب راح نحدد وبختار كنترول سي. وباجي لهون وبختار كنترول في. ومنغير رقم هاد الى رقم اثنين. وبرجع كمان لهون وبختار كنترول في. ومنغيرها الى رقم التلاتة. وعندي اخيرا باجي بختار الكونترول في. وهذه منغيرها للقيمة رقم اربعة. طيب. باستخدام التحول التدريجي. لما راح اشتغل عليها بهذا المؤثر. راح نشوف كيف عمل للنصوص. وعرض التواريخ. تمام. ازا حبيت باستخدام التحول التدريجي استفاد من عرض النصوص بطريقة يعني اكتف اكتر او لشطة اكتر. ممكن اعتمد على النسخ واللصق وتكرار النصوص بالشرائح السابقة والشرائح التالية. كيف هذا الموضوع? بكل بساطة. ممكن ارجع الى الشريحة رقم اتنين. اختار النص كامل. اقول له كنترول زائد سي. وباجي الى الشريحة الاولى وبختار كنترول زائد في. وبنكر على الشفت. وبحرك لاقص اليسار. تمام? بهذا الشكل. اما النص رقم واحد بختار كنترول زائد سي. وبروح الى الشريحة رقم اتنين. وبختار كنترول زائد في. وبضغط وبنكر بحرك الى اليسار. انا ما بعرف قبل شوي قلت يمين ولا يسار. طيب على العموم. باجي بشغل. ولما نعيد التشغيل. راح نشوف كيف الانتقال اصبح معنا من شريحة الى اخرى. طيب لو جينا للشريحة رقم ثلاثة. ايش نحن هون محتاجين? محتاجين ناخد العنوان اللي بالشريحة رقم ثلاثة. وبرجعه للسابق بختار كنترول زائد في. وبنكر مع السحب وبحركه لوين? لليمين. تمام. وبرجع بختار العنوان اللي بشريحة رقم اتنين. باخدها للشريحة التالية. وبحركها الى اليسار فقط لا غير. نفس المبدأ باجي للشريحة الاخيرة. بختار النص الموجود. بروح الى الشريحة السابقة. وبجي بضغط على اه شيفت وبحركها لليسار او لليمين عفوا خالص. وبرجع باخد النص الموجود بشريحة رقم ثلاثة. الى الشريحة الاخيرة. وبختار كنترول زائد في. بضغط شيفت بحركة كمان ايضا للاخير. فلو جعنا الان وقمنا بالتشغيل. راح نشوف طريقة جميلة جدا لعرض التواريخ مع احداث معينة بهذه التواريخ باستخدام المسك وباستخدام التحول التدريجي. سواء تحركنا يمين او تحركنا يسار الموضوع الجميل بكل اشكاله. هذا محور لقائي مع حضراتكم اليوم. ففضلا وحبا وتكرمنا لا تنسوني من دعاكم بداية ومن تفاعلكم ثانيا ترزو عنكم الخير والقاكم على خير. وادمتم برعاية الله. محبكم احمد صالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة